انا المشكل اللي وقع ليه هو ان انا من اللي تسجلت جميع المعلومات ديولي واجهت لهذا الحالي في هذه الصفحة هذي بغيت نخرج ديك الوصل ما عرفش كيفاش نخرجه يعطيوني تعديل المعلومات يعني يعطيوني السهم يعطيوني كيفاش ندخل ولكن من اللي كنجل معينة رمز التسجيل اللي بها غدا نخرج الوصل يعطيوني فقط فليش من اللي كنكلي ما كيبغش يطلع لها لهذا باش مطحوش في هذا الخطأ خذكم ديروا واحد الحاجة اللي هي مهمة بزيف تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفاهموا كيفاش تسجلوا بشكل صحيح ومطحوش في الخطأ بحالي السلام عليكم ورحمة الله اذا في هذا الفيديو هدا قد نتكلم لكم من الآلف حتى نخرجوا ديك الوثيقة كينشي ناس ما كيهضروش عليها تشكا كيوصلابو حد البلايسة كيقولك صافي غادي تكمل دك شي من عندك تم مرة انا من الشتوم بقي ضايق دباء انا زعمت زعمت وشفت فراصي فان اخرج وخرجت ديك الوثيقة وهي ودك شي اللي كنت باغي كنديرو تخوضو بالفي بو اغ ان بي بو ام ا دي السجل الوطني للسكن تعطينا هاد الواجهة هادي او هاد الاباج هنا يعنى الوثيقة اللي غادي نحتاجوها كينا نسخة من البطاقة الوطنية التعريف الالكتروني كي نسخة من نساند الاقامة بالنسبة للاجانب كينا نمو جهاز رسم الويلة كالوثيقة المتباتة للنيا بشترعية عندما يتعلق الامر بطلب القاصر او ليراشيد تحت الوصائل في هذا الحالي هادى احنا 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 احتاجو بالنسبة لك انت لك تتيب بوحدك يعني ما عندكش مهم انت ما شي موقيم اجنابي انت ما عندك شوش شخص اللي متكلف به حتى كل واحد قايتشجل كان شو واحد تتعرفو اولو كبير في السنواتي تورع تشجل الراسه مهم انت لها تحتاجت حتاج البطاقة الوطنية وموجرز الزراس من الولادة ديبعا نشوفو كيفاش غدين تسجله الامر سهل وخاك كيف طلبين مننا بزيف اول حاجة نمشيو يملأ طلب تسجيل اللي هو هذا بالزرق كنكليكيو عليه تعطينا هات الصفحة هادى تنحضو الصفحة القديمة تنوليو ما هات الصفحة الجديدة كعتونا نختار واش فرنسية او لا عرابي احنا نختارو اللغة العربية ما لا نختارو عرابي غد يعطينا هاد الواجهة اللي عجي ديبعا فوالا هاي هنا طلبين مننا اما البارد الالكتروني او رقم الهاتف انا عند دخل رقم الهاتف عند الدخل البرد الالكتروني يمكنك الدخل الهاتف عندما تدخل الهاتف اتكليك على جنس ويبازان غوبو ثم ارسل رمز دخول عندما تصفت رمز دخول اوصلك في الهاتف انا وصلني رمز دخول في استدار الارقام سنسجله وعندما سجلت اعطاني طلباتي هذه المعلومات خاصة بي انا بالنسبة للعادة تسجل اتعطي هذه الواجهة هنا صفحات خاصة نعمرهم اول صفحة هي المعلومات الشخصية كنكتبوا الاسم العائلي بالعربية و بالفرنسية الاسم الشخصي بالعربية و بالفرنسية و بالنسبة للصفحة النوع و وحالات الاقامة و في زا دي تى تعمره اوتوماتيك مو الذي تعمل من الطفل العربية كنكتبوا الاسم الشخصية من بعد كنكتبوا المدينة التي تزادي تفيها او المكان الذي تزادي تفيها اوتوماتيك مو تعطيك الجماعة محسوبة عليك قرية التي تزادي تفيها من بعد من اللي كنعمر المعلومات الشخصية كنمشيو العنوان الشخصي كنفتح العنوان الشخصي كنلقاو اين الجيهة كان جهة الرباطس للقنيطرة ده بسيت محلول فقط ثلاثة ديال الجيهات اللي هي رباطس للقنيطرة و جهات طانجا و جهات فاس كنت تختار العمالة او للمدينة او للاقليم اللي محسوب عليه لباشاوية او للملحقة الادارية او للدائرة الحضارية من بعد كمشور الملحقة الادارية من بعد السكن يعني الحي اللي تتواجد فيه و من فالاخير كنلقاو الشارع و في الاخير كذلك نلقاو الجامعة يعني الجامعة هي المدينة اللي محسوبة لها انتها الجامعة الحضارية نوع السكن واش فرضي ولي الجامعي بالنسبة لنا نوع السكن كنت تسكن في داركم ديالكم متومة في السطح مما سكن معكم تواحد كتدير فرضي كنت سكن في شي ابر طموم مع الناس وليف شي كتدير جامعي من بعد كتدير رقم الدار و من بعد كتدير عنوان السكن كتتزوم من البطاقة الوطنية كتتحطوها كما هو و في الاخير الرمز الباردي ديال المدينة ديالك اذا هنا كنكون سلينا من العنوان الشخصي و كندوزول المعطايات التعريفية المعطايات التعريفية عند علاقة بلا كارت ناسيونال كتدير رقم ديال البيتاقة الوطنية انت كتعمره هنا في الجهة اللي بالعربية و قيمشي اوتوماتيك مودك شيكي يتسجلك في الفرنسية كتدير تاريخ انتهاء الصلاحية ديال البيتاقة الوطنية هنا انا عندك امليكو التعرف المدني والاجتماعي الرقمي لا تدير لو الاغلى بيانات الناس ستجدين هنا تجد رقم شهادة الميلاد هذا رقم شهادة الميلاد ستجده من البطاقة الوطنية باقي كما ترى في هذه البلصة هنا تجد رقم شهادة الميلاد من بعد تدير مواصلة او تديره يعني تتبعه معلومات اضافية تدير الرقم الهاتف و من بعد تدير جمايل اذا كان لديكو امليكو مشكل نديره مواصلة مواصلة نخرجه في هذه الواجهة التي تعطينا اننا نختار ملف فيه اتبات الهوبية اللي هي البطاقة الشخصية او البطاقة الوطنية هذه البطاقة هذي كيف نديرو لها نشد صورة و نحط فيها البطاقة الوطنية على جو الجهات يعني نخدموها بالفوتوشوب او نخدموها بشي أبليكاسيون نشوفوا شو واحد يخدمها لنا و سوف نعطيكم طريقة كيف نصيبوها هذه من اللي تدخلها هذه كارت نانسيونال تأتي المعينة تتبرك لها معينة او اللي تكليكي لها تتعطيك الصورة ديالدك لكارت ديالك و من بعد تدير مواصلة من اللي تدير مواصلة تتسنى واحد شوية تتعطيك المعلومات ديالك كامل اللي عمرتي جميع الصفحات يعني الصفحات بربعة و هم هادو و في الاخير شنو تدير تدير كذلك مواصلة وتأكد بإثبات الهوية أنا لكارت دخلتها على شكل صورة جي بي او جي و في الاخير يعطيك إنها ملحقة إدارية تابع لها هنا تدير لك المركز بدون موعد أنت غادي تدير حجز الموعد لاحقا باش تخرج لك ذاكي اللي مادرتيها ستبقى لك هكا ضرورة تجي هنا حجز الموعد لاحقا من اللي غادي تدير حجز الموعد لاحقا غادي يعطيك هادي يعطيك هذه الصفحة هادي و اللي هي بها كتابك هذه الصفحة هادي دون كل حالك تولي موعد محجوز و في هذه الصفحة هادي يمكنك تدير معاين ترنز التسجيل اللي به غادي تجبد وصل التسجيل و غادي تديه هاو الكارت هاو البطاقة الوطنية غادي تديه الملحقة اللي تابع لها انت و ها انت ساليتي دونك هنك تجي كتلقى تأكيد دونك هنك تجي كتلقى تأكيد ضرورة هادي البيانات كاملين البيانات ديمغرافيات تحميل الوطائق حجز الموعد تأكيد تأكيد هو اللي عن كنفرمي فيه ها هو يعني الورقة اللي غاديوها المقاطعة او اللي البشوية اللي فيه احنا كنديرو تحميل الميل في الشكل pdf دونك دارولي خاصك تدير له امبريمي كتازو كتديرو في اليوسبي او لف كارت مموار كتبشي للمكتابة و كتخرج هادي الميل في هدا و كتديه المقاطعة هاو لكاقت نسيونال النسخة يلا لكاقت نسيونال فواله دو تسجيل الحقيقي يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة